أنا منزعج جداً من بعض الكلام الذي ينسب إلى جماهير الأهلي وعايز أقولهم يا أولاد حتى لو فيكوا ناس يعني بتسخن وبتستجيب وبتقول تعليقات لن تعرفوا كويس قوي أن التعليقات دي تشبه السم في العسل للأهل يحكم آه العبارة بقى التحريضية ما فيش ما فيش الكلام ده اللي يقول الكلمة دي بيدر الأهلي مؤكد بيدر الأهلي آه الأهلي يحكم نفسه بمباده بمباده بإنه ما تصدرش غير فيما يكون حق ما يعمل مذكرة كل الأدية تقولك دي بيعابر عننا وعن الموقف وعن العدالة ويطلع ناس تقوله عندك حق بس والله الوقت ده إمنا هو ده النادي الأهلي مش إنه سطوة لأن لما تيجي تصور لي وأنا بسعى لحقي وأنا رايح لمحكمة وتقولي القاضي أصل ده ما يتقلوش لأ طب هقولك لأ ما ينفعش الترويج لهذا الأمر لأ لازم يكون مسؤول شوية عن كده اتنين ما فيش حاجة اسمها إن ناس تعلق وكل واحد أكن هو الجماهير يقولك جماهير الأهلي حتقاطع جماهير الأهلي أو تتمنى الفوز مش عارف لا كلم على نفسك وأنا من جماهير النادي الأهلي رأيك كذا انت حر لأنا جمهور الأهلي ولا حضرتك جمهور الأهلي ولا الحد يملك يقول إن هو جمهور الأهلي دول ملايين صحيح ما هنتش عنده تفويض الكلب اسموهم الجماهير عايزة الجماهير عايزة لما تيجي تلقص اللي الجماهير عايزة ما تلاقيش اتفاق على حاجة طب هتحقق للجماهير دي ولا جماهير دي ولا جماهير دي ولا جماهير دي ولذلك كان كلام الكابتن صالح اللي الناس كتير بتنسيب له كلام فإنه الأهلي لا يحكم من المدرجات ولكنه يعمل من أجل إسعاد جماهيره الفارق أن الكرة للجماهير وأن الجماهير صاحبة الحق في الإدارة لا هذا كلام معلش كلام دا أنا هتحمل الكثير من الهجوم عليه من الناس برضو اللي هتتزاق وتعمل نفسها أهلوية وتجرجر بعض الأهلوية وراء لا الأهلي يتعرض الآن لكلام وتقولات غير حقق الأهلي تنسب إيه لهم لا 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 الأهلي يعرف يعني إيه مصلحة عليا الأهلي هو غالبية الشعب المصري مش واحد ولا اتنين ولا مية ولا ألف عندهم الفرصة أن يقولوا والملايين ما بيتقولش البطولة دي هتنجح بجماهير الأهلي وجماهير الزمالك وجماهير الإسماعيل وكل جماهير مصر ما فيش هنا أهلي زمالك إسماعيلي في مصر لازم نفهم هذا الكلام وإحنا من مصلحتنا أن نحط نجمة جديدة ونحط بطولة جديدة عشان ما حدش حصرنا ده شرفنا وشرف لعبتنا كنا بقى يعني متضايقين من قول الأمر مش هتوصل نحنا نكرأ الخير لمصر عشان ما ما يسيبهمش عشان الاتحاد نتزعلان منه عشان نتزعلان منه عشان نتزعلان منه عشان ما يسيبوش منه خير لا أنا هتمناله الخير وأفضل أحاسبه بعديها صحيح على أخطاءه ويمكن والله البطولة دي يمكن تعيد الجميع إلى صوابه إن مصر لها مصالح بقى تعالوا نلتفت لها في الرياضة أنا الأوان نحن كلنا نبقى يد واحدة في زي القصة